اكد سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون الكهرباء والماء على ان القيادات الوطنية الحكومية في مختلف مؤسسات ووزارات المملكة هي المحرك الرئيس والمساهم الاول في الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عبر اتباعها للنهج الوطني الحكومي والالتزام بالاجندة الحكومية الرامية الى تلبية التطلعات الوطنية جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي جمعه باخريجي البرامج القيادية بمعهد الادارة العامة بيبة والذي حمل عنوان مستقبل العمل الحكومي ووضح المبارك ان المرحلة الحالية التي يمر بها العالم اجمع والقطع العام المحلي على وجه الخصوص تتطلب تكاتف وتشبيك الجهود الحكومية الرامية الى تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين مشيرا الى ان المسئولية تقع على عاتق القيادات الوطنية في مختلف مؤسسات المبلكة مؤكدا على ضرورة رسم مسار استراتيجي مشترك وواضح لصياغة مبادرات ومشاريع تواكب متطلبات المرحلة الحالية في حين اشار سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الادارة العامة بيبة الى ان القيادات الوطنية الحكومية اليوم مرجع رئيس ومصدر اداري ملهم للارتقاء بالعمل الحكومي من خلال خبراتهم الادارية المتنوعة وتجاربهم الثرية التي سيسهم نقلها للمتذربين وخرجي البرامج القيادية في معهد الادارة العامة بيبة في فتح افاق واسعة لهم وتوظيف التجارب والممارسات الادارية الناجحة في الخروج بمبادرات ومشاريع حكومية جديدة ومبتكرة تواكب متطلبات المرحلة الحالية والطموح الوطني الرامي الى جعل الخدمات الحكومية خدمات متقدمة نسعد اليوم بهذه الدعوة من معهد الادارة العامة اللقاء بنخبة من كوادرنا البحرينية الوطنية الشابة اللي داما نحب نلتقي فيهم لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف أيضا نطرح عليهم بعض المرئيات والأفكار من خبراتنا المتواضعة في مجالات العمل وأيضا نستمع منهم بما يرون استشراف للمستقبل وخطط مستقملية هذه اللقاءات اللي يكون فيها نقل التجارب والخبرات تكون مفيدة للجانبين أيضا نسمع تطلعاتهم وأيضا ننقل لهم بعض المعارف اليوم العمل الحكومي أصبح عمل متطور متقدم متسارع بما يتماشى مع متغيرات العصر ومتطلباته فمثل هذه اللقاءات دائما تطرح مجالات للنقاش ومجالات لتطوير العمل وتطوير الأداء بما يعني يواكم الطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من العمل الحكومي في ملكتنا العزيزة